لما بتكون الحلقات حلقات يوم السبت برجعين بكل نشاط وخاصة لما نكون عن نتكلم مع أهل وأصحاب السعادة أصحاب السعادة هم اللي حياتهم بيقبلوا فيها على نعمة ربنا واللي بتفتح عليهم أبواب السعادة وهي الزواج أو كانوا حتى في الزواج وعايزين يفتحوا أبواب نعم ربنا عليهم بأن هم يستمروا في التوافق ويجددوا حياتهم الزوجية وعشان كده في حلقات أصحاب السعادة اللي بتكون يوم السبت على طول بنشتغل وبنبقى في قمة النشاط وإحنا بنتكلم عن ده وخاصة لو كنا بنتكلم عن باب جديد ممكن نتكلم فيه مع الأزواج إيه الباب الجديد ده؟ دايماً بيشتكي الأزواج والزوجات بأن احنا مش عارفين احنا عايزين ومش قادرين وعشان كده احنا بنقول لهم أنتوا لازم تكونوا متمهرين ومتأهلين وعشان كده الحاجات المهمة في الحياة الزوجية هنحولها المهارات وكأننا مستمرين في تدريب الأزواج على مهارات مهمة جداً جداً في الحياة الزوجية هنبتدي ازاي؟ هنبتدي في هذا التدريب وفي هذا التأهيل بحاجة اسمها هرم الحب إيه هرم الحب ده؟ هرم الحب ده بيتكون من أربع أضلاع زي ما أنتوا عارفين الضلع الأولاني هو ضلع الأمان مفيش حد بيحب حد ما يأمنوش الضلع التاني ضلع الاهتمام مفيش حد ما بيحبش حد ما يخصص لهش وقت ويحسسه بأنه هو أهم حاجة في حياته ومفيش كمان حد بيحب حد ما بيبذلش كل وسائل الاحترام وكمان آخر ضلع ما ينفعش إن حد بيحب حد وما يقدروش أمان، اهتمام، احترام، تقدير تعالوا بقى نتكلم عن أول مهارة ومهارة ما فيش زوج ولا زوجة إلا هم محتاجين إن حد يحسسهم بأنه هو عنده هذه المهارة وقادر يعيش بيها معه والمهارة دي متاخدة من أول ضلع هو الضلع الأمان وهي مهارة ايه؟ التأمين الزواجي مش التأمين على الحياة ولا التأمين على الممتلكات لكن التأمين الزواجي إن الزوج، إن شريك الحياة الزوج والزوجة يكونوا قادرين على إن هم يوصلوا الشعور بالأمان لشريك حياته ودي مهارة من أهم المهارات اللي موجودة في الحياة الزوجية ان الزوج ولا الزوجة لما يبقوا موجودين احس بان انا مش خايف احس ان انا مش حزين احس ان انا مش غطبان انا احس ان انا مرتاح احس ان انا في امان ودي مهارة في غاية الاهمية وعشان كده تعالوا نسأل نفسنا هو ايه اكبر تهديدات بتكون في الحياة الزوجية وازاي التأمين ده بيبعد هذي التهديدات عن حياتنا عندنا سبع تهديدات هي التهديدات الكبرى في الجواز اول حاجة الانتقاد الرسال اللي عامل زي الكرباك ده تاني حاجة اللوم حاجة بتخلي الواحد حاسس انه هو ما فيش فايدة الشكوى الشكوى ده اللي بتحسسه انه هو بتهدي كل حاجة الحاجة الرابعة والتهديد الرابع الغضب النار بقى النار اللي بتشعل في البيت فمش تحلق الستاير وتحلق الانترير لا تحلق القلوب الغضب الحاجة الخامسة حاجة غريبة او المقارنة انه هو يقارن ما بين شريك حياته سواء هي تقارن ما بينه وبين جزختها او تقارن ما بينه وبين ابوها او تقارن ما بينها وبين حد تاني من زوجات اخوها او اي حد تاني طيب الحاجة السادة التهديد التهديد لو ما عملتش كده طلقني انت لو عملت كده هطلقك التهديد الحاجة السابعة العقاب السابعة حاجات دي محتاجين مهارة عشان نتخلص بقى من كل ده وعشان يبقى عندنا مهارة دي المهارة ليه عناصر وفيها شوية حالات بنعملها اول حاجة في المهارة دي اول سلوك المهارة دي تهو سلوك ظاهر منضبط يمكن قياسه طب المهارة دي زي ايه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول لي السيدة عائشة يقول لها يا عائشة مثل احبك في قلبي كمثل العقدة حضرت النبي كان عايز يقول لها ايه هي دي مهارة الامان واذاك السيدة عائشة من وقت للتاني تقول له كيف حل العقدة يا رسول الله يقول لها كما هي ايه بقى اول سلوك في هذه المهارة التأكيد على ابدية الحب يعني ايه التأكيد على ابدية الحب انه طول الوقت بيحسسها ان حبه ابدي لدرجة ان حضرت النبي يحسس بدا فيعلم الناس ان حبه الابدي ده يفضل حتى بعد وفاة الزوجة ساعات الستات تجي تقول للازواج هو انا لو موت هتتجوز هي عايزة تقول له ايه هو انا لو موت هتنساني هو انا لو موت عاي خلاص الحب اللي بنا هيديع وانتهي وهو ساعات قليل بس اولا اللي الرجال اللي يسألوا الكلام ده فالزاك احنا طول الوقت عشان نأمن الزوجة او نأمن الزوج لازم نحسسه دايما بابدية الحب ان الحب ده مش هيتغير هيفضل طول الوقت نعمله ازاي فيه سلوك لطيف كده اوي ممكن نعمله ان احنا دايما نشترك في التفكير في مستقبل الاسرة في المستقبل في مستقبل الاسرة فلما يحصل كده ان احنا بنتكلم في مستقبل الاسرة وبنشترك في تقاري فنحس آه احنا لسه عايشين مع بعض وهنفضل عايشين مع بعض وخاصة لو الكلام عن المستقبل مش بس بتاع السنة الجاية لكن لخمس سنين قدام او لعشر سنين قدام استخدام برضو التعبيرات اللي بتدل على أبادية الحب وبلاش بالله عليكم ان انت تسميه أبو العيال وهو يسميك أمو العيال لان ساعة ما العيال هيكبره الحب هيخلص لكن تقول له ايه روحي حبيبي والكلام اللي فيه دلالة على اتصال حبكم ببعض طول الوقت ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وآله 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 كان يتكلم عن حبه للسيدة خديجة بانه شيء مستمر ومش بينتهي أبدا يبقى أول مهارة تعالوا نراجع مع بعض واريت نجيب ورق ورق أو ألم ونكتب مع بعض أول مهارة أول سلوك في المهارة دي هو التأكيد على أبدية الحب ان الحب دوت أبدي مش هيخلص المهارة التانية ودي المهارة المهمة جدا جدا مدومة السناء ايه ده يعني يعني ليه مدومة السناء ما جايز كده الواحد يكتب لا مش هتكتب دوم السناء لأن مدومة السناء بتحسس اللي قدامك أن انت هو شيء مهم بالنسبة لك مدومة السناء ده بتخليه حاسس أنه مطمئن لأن مدومة السناء بتحسسه أنه Biell مقلش في عينك أنه Biell وهي مقلطش في عينه وعشان كده يعني ايه مدومة السناء؟ أول حاجة في مدومة السناء عشان المسائل تبقى واضحة أنهو يحسسها بان هي مالية حياته و هي تحسسه بان هو مالية حياته وكمان تحسسه بالاكتفاء وعندنا امارة كده عشان انك انت تكون مدوم السناء يعني حاجة زي بيقول ازاي اعرف ان السناء ده في اعلى درجة وصل الى المطلوب منه ان هو يحس ان هو بطلها وان هي تحس ان هي امرته فهو يحس ان هو ملع انيها ويتحس ان هي ملع قلبه وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بابي وام يقول له من احب الناس اليك يقول عائشة تخيل كده السيدة عائشة ايه اللي حاصل ويا سمع الكلام ده ولا تحدثون عن عائشة فلا يأتين الوحي الا وانا في حجرها خلاص مداومة السناء دوت يخلي حبيبك حاسس ان هو في امان ليه في معادلة غريبة كده جده 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 وخاصة عند الستات مدام هو بيمدحني يبقى انا حلوة في عينه ومدام انا حلوة في عينه عينه احتمال كبير ما تشوفش غيري طيب مدام هي بتصني علي يبقى الحمد لله انا حاسس بمكانتي وبرجلتي عندها فانا هفضل دايما انا الحامي بتاعها وانا سندها وظهرها السلوك التالت يبقى اول السلوك نرجع تاني نقول كده اول السلوك كان ايه التأكيد على ابدية الحب تالي سلوك مدومة السناء على شريك الحياة السلوك التالت بقى وده سلوك مهم جدا جدا الدفاع عن شريك الحياة امام نقد الاخرين يعني ايه يعني اتدافع عن زوجتك لو حد انتقدها حتى لو كان اهلها تخيل يعني حتى لو كان اهلها ايه اللي حاصل ببساطة خالص تدافع عنها دافع عنها قدام امه لو اممتها بتنتقدها لو اختها بتنتقدها وانت تدافع عنه لو كان اخوه بيقول انه هو بيتكلم عن تاريخه تقول لا بس هو رجل طيب ده حبيبي ده ما ده رجل شاهم ورجل محترم ورجل يبقى كل واحد بيدافع عن شريك حياته امام الاخرين واكتر حاجة بيتحبها خاصة الستات انه يدافع عنها حتى مع نفسه تقول تساعدت تجي تقول له انت بتقول ايه عني مع نفسك ولا انا مش ممكن ابدا افكر فيك كده يا سلام هي تحس ان هي في امان لانه دافع عنها حتى في نفسه الحاجة الرابع والسلوك الرابع بقى الانتظام الاقتصادي يعني ايه يعني ايه الانتظام الاقتصادي ان البت يبقى مستقر اقتصادية يعني كل ما يتيجي مرحلة نتفق عليها ونعود ونتفق عليها ونتكلم مع بعض الانتظام الاقتصادي ومعرفة الأمور نتكلم في الماليات ده شيء مهم جدا للتأمين الزواجي رقم خمسة إدارة الغضب يا الله على إدارة الغضب ده بقى إدارة الغضب دي من أهم الحاجات اللي بتحسس شريك الحياة بينهوه في أمان سواء من الزوج أو الزوجة في بعض الزواج يبقوا ممتظمين كده هو لما هيغضب هيعمل ايه؟ هي لما تغضب هيعمل ايه؟ فلما يمسك نفسه ويبرد نفسه وإحنا عندنا في إدارة الغضب سواء إجراءات كتيرة منها مثلا تأجيل الكلام بس تأجيل الكلام لموعد هنرجع عليه تاني بس ده وتلازم نعمله يبقى إدارة الغضب لو قدر يدير الغضب وإحنا محتاجين إن إحنا نتكلم في كل نقطة من النقاط دي تخيلوا نتكلم فيها في حلقة مستقلة فإحنا إيه اللي حاصل؟ إحنا نتكلم وهنشوف فقى إحنا نحتاج إن إحنا في كل حلقة ناخد كل عنصر من عناصر دي عشان نمتنه يبقى إدارة الغضب رقم خمسة إدارة الغضب آخر حاجة الانطمئنان بشكل دائم الانطمئنان بشكل دائم على مين؟ على شرك الحياة يعني إيه الانطمئنان بشكل دائم؟ يتصل بها كتير تتصل بكتير مش معنى كتير إن هي تزعجه لكن ما فيش يوم يعدي إلا هو هي بتتصل بيه في وصه يوم وهو بيتصل بيه عشان يطمئنه على بعض ما تتصورش الاتصال ده لما بيكون بشكل منتظم يعني إيه مش لازم في نفس الوقت يعني بيحصل بشكل منتظم مرة ولا مرتين إيه اللي بيحصل في قلب شركة الحياة؟ إيه اللي بيحصل في قلب شركة الحياة؟ بيحسوا فعلا إنه هو في أمان محميين الاتصال ده وإن كانت كلمتين لكن الاتصال ده بينزل زي زي الماء البارد على القلب الملتهب يهديه ويريحه ويطمنه ويبقى الاتمئنان مجرد مش الاتمئنان أنت عاملة كويسة وأنت عملت كذا 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 ولا اتصلت بكذا كذا كذا لا اطمئنان مجرد بس إزايك أنا كنت بتطمئن عليك وبس وتقفل التليفون أنا بتطمئن عليك وبس وتقفل التليفون وكتير من الأحيين محتاجين اطمئنة بشكل خاص في وقت الأزمات ووقت المشكلات إن إيه اللي حاصل؟ إن في وقت الأزمات ومشكلات نطمن شريك الحياة وعشان كده لازم إحنا طول الوقت نعمل كده كمان من الحاجات المهمة حاجة مهمة جدا 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 اللي هي التبشير إن هو دائما ينشر الأمل رقم سبعة وآخر خطوة بقى إحنا عندنا في هذا الموضوع ده وخطوة مهمة جدا جدا الوضوحه الشفافية وعدم إخفاء العناصر المهمة في الحياة ليه طيب؟ لإن عدم إخفاء العناصر المهمة دي ويبادر بالإخبار يعني ما ينتظرش غلاء ما تزنق ويروح يخبر لا ده هو يعمل إيه؟ هو يبادر بنفسه والتأكيد على إن التغيرات في الحياة مش هتخلق اللي بيننا لكن التغيرات في الحياة هتقرب من بيننا تعالوا نستعرض كده بسرعة السبع سلوكيات اللي إحنا بنقول إن لو واحد عملها هيحس بي الأمانة هيحس مع شرك حياته بالأمانة والله الناس لو أنتوا بصوا اعرضوا وأنا ما أتكلم دلوقتي السبع حاجات دي على قلوبكم لو إن الشرك الحياة بيعمل كده ومش على فكرة مش هينفع إن الشرك الحياة هو بس اللي يعملها إحنا كمان محتاجين إحنا نعملها تعالوا نعود ونأخد الدرس ده ونأخد الكرسي ده ونأخد التدريب ده ونتكلم عنه أول حاجة نأكد على أبدية الحب أنا أحبك طول حياتي الحاجة التانية لازم نداوم على الثناء يعني لا آطع ولا ممنوع دائما 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 على طول دائما على طول يبقى التأكيد على أبدية الحب تاني حاجة مداومة السناء تالت حاجة الدفاع عن شرك الحياة أمام نقد الآخرين رابع حاجة الانتظام الاقتصادي لأن الانتظام الاقتصادي لو مش موجود بيحصل قلق خامس حاجة إدارة الغضب إن احنا ندير غضبنا وإحنا بنتعامل سادس حاجة اللي تمؤنان بشكل دائم على شريك الحياة وإطمئنان مجرد سابع حاجة وآخر حاجة الوضوحه الشفافية لأن الوضوحه الشفافية بتخلي شريك الحياة حاسس إنه هو في أمان في كتير من الستات بتعتبر إن اللي يخبي يكذب واللي يكذب يخوض وعشان كده لازم تبقى فيه ووضوحه الشفافية وانأكد دائما على إن التغيرات الموجودة في الحياة مش هتغير الحب اللي بنا لو عملنا كده عن التابع سنة رسول الله واللي احنا بنعمله دوت إن الإنسان هو دوت كلام حضرة النبي اللي قاله كلكم راعي وكلكم مسؤول عن راعياته الرجل راعي وهو مسؤول عن راعياته والمرأة راعية وهي مسؤولة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن راعياته وعشان كده استوصب النساء خيرة وفي نفس الوقت أمر المرأة بالطاعة النبيلة عشان كله يحس بالأمان نعم منظومة عجيبة ولكن تحتاج لتدريب وتحتاج لمهارة على السبع السلوكيات اللي احنا ذكرناهم يا رب الهمنا المدد وجعلنا يا رب على قدر نظرك إلينا إن احنا نتدرب ونتعلم إزاي كل واحد فينا يكون أمان لشريك حياته يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين